من عادية اني بحب اقلف ماي انمي لسا بالتحديقه اتفعل امية انمي تقييمة وخلال منوى اقلب جزدني انمي معين من اغلاف بتاعه لانه كان اغلاف غريب جدا واللي انا اكتشفت بعدها اني كنت حدث الانمي ده في الانميات اللي انا مفوضة شايفها بعدين لكن شكل نسيت الانمي ده خالق والانمي ده هو مجرة الحصير او اسطور ظرفة الحصير احد اغرب الانميات اللي ممكن تتبعها واللي انا كمان تبعتها وده مش لان الكصة غريبة هي اه فعلا ممكن تكون الكصة غريبة شوية لكن الاغرب هو الرسم اللي تحسه متطرف جدا وغير ما قلو اللي فيه ناس افتقرت بسعبه ان الانمي ده مش انمي انما هو مجرد كرتو بالرغم ان الانمي ده تم انتاجه من احد اشهر الاستوديوهات الموجودة في عالم الانمي هو استوديو مادهاو اللي عمل انمي هانتر ومذكرة المو غير انه عمل انميات تانية كتير جدا مشهورة او لكن بالرغم من شهرة الاستوديو ده الا الانمي ده يظل الرسم بتاعه غريب جدا لكن بعيد عن الرسم اللي ما عجبش الناس كتير جدا الا انه عجبنا لانه حسيته انه نلاقي عن الانمي جدا ولاقي على الشخصية والاجواء بتاعت الانمي وبنسبة الكصة احب بقولك ان الكصة بتتكلم عن شاب جامع اللي بيكلهم على الظروف والاشخاص اللي في حياته كمان بيكلهم على خيارة عملها وبيتمنى انه يعيد الخيارات دي خير انه شايف ان حياته بلا معنى وبلا هد ومن هنا تبدأ احداث الانمي الى تستعرضين الى كل خيارة من الخيارات اللي البطل كان نفسه جراب يعني مثلا لو قدامه خيارين انه ينضم النادي التينيس او النادي الكرا فالانمي هيستعرض ليك الى احداث في الخيارين ايه اللي هيحصل او انضم النادي الكرا وايه اللي هيحصل او انضم النادي الكرا وهلا هيكون سعيد ورادي في الاختيار من الاختيارات دي ولا هيفضل يلوم الاختيارات اللي اختارها برا ده اللي انت هتعرفه لما تتابع الأنمي ده الأنمي ده تصنيف كومودي ورومانسي مع اني ما شفتش اي نوع من انواع الرومانسية في الأنمي ده ده شيء كويس للصراح لاني مش من نوع اللي بيحبت تصنيفات الرومانسي على رأي باطل الأنمي مفيش حاجة موملة اكتر من انك تحكي قصة حبناك في الأنمي مكتبس من رواية خفيفة ودي احد اسباب السلوب الرسم الغريب والسلوب الرسم اللي ظنك هتتعود عليه بعد ما تتابع حلقتين على المعظم في الم بعيدة عن الرسم والقصة خلينا اقول لك رأيي في الأنمي ده باختصار وهل يستحق انك تتابعه ولا لا الأنمي ده عبارة عن 11 حلقة في 11 حلقة دول قدر يستعرض الأنمي فكرة تأثير الفراشة او فكرة تأتفع خيارات حياتك تقدر تغير حياتك 180 درجة استعرض الفكرة دي بشكل جميل جدا او ممكن ما تعتبرش الأنمي ده اكتر أنمي ممكن يحمسك في الدنيا ممكن تعتبره كمان ممل لكن الأنمي ده يستحق قوى لأن الأنمي ده قدر استرد فكرة أنك ممكن تكون مش راضي عن خيارتك في الحياة لكن ده مش معنى أنك لو كنت اخترت حاجة تانية حياتك هتممكن تكون أحسن او أنك هتكون سعيد في الخيار التاني الأنمي المريء بالأفكار الفاتسفية والجميلة جدا اللي ممكن تغير من تفكيرك بشكل بسيط ونصحك أنك تتابع الأنمي ده جدا لأنه واحد من الأنميات المظلومة جدا لأن الأنمي ده تظلم مستعى الأنميات التانية إلا غلابها دموي ومالوش أي معت لو أنت من نوع لم يحبش الأنميات الدموية بس فأنصحك تتابع الأنمي ده تقييم الأنمي ده 8.5 من 10 فيم ماي أينمي لس 8 من 10 من 10 قريبا كده بس كده لو تابعت الأنمي قل رأيك في التعليقات ولو أنت جديد ما تنساش تشترك في القناة سلام